بصريات الغد الاسمالي والاهلي هكون محمد عادل حكم ساحة سمير جمال يوسف البساطي احمد جمال رابع وطرق مجد ومصطفى اعطيها للفيديو اما الزمالك وسموها هكون نادر امر الدولة ومعام حمود ابو الرجال واحمد توفيق طلب وشامل فلال حكم رابع وحسام عزب وخالد حسين للفيديو امبي اوبرام الزامين انا عمر وعاونه هاني عفتاح والشريف عبدالله واحمد ناصر حكم رابع والثناء والفرحان واحمد لطفي لالفار بالمناسبة كل ما اشيع انه الاهلي طلب تغيير كابتن ابراهيم نور الدين هذا الامر غير صحيح لانه اصلا كابتن ابراهيم نور الدين مكنش متعين في المباراة ومش معقوله الاهلي هيبدأ الموسم بالاعتراض على حكم بيحكمله مباراة فكرة اخر مباراة ظن ابراهيم نور الدين ما حكم الاهلي كذبانها أربعة أو حاجة زي كده فهذه اكتهدات لا اساس لها من الصحة على الاطلاق كابتن ابراهيم نور الدين عنده بطولة ظن في السويس ومعتقدش أنه مش معتقدش أنا متأكد أن هذا الأمر غير صحيح رجل ما كانش متعين في المباراة كمان كل ما يقال أنه أصله بعد اللي حصل في مباراة الترجي وبطن ناجيريا في تونس واحد ساب ضربة الجزاء فخلى كلاتنبرجي شيله أولا كلاتنبرجي لا يحاسب أبرايب بن ردين في المباراة الأفريقية ده نعم رواح اللي بيحاسبه لجنة الحكام الأفريقية ثانيا ناس كتيرة جدا قالوا أنها ضربة جزاء صحيحة وناس قالوا أنها مش ضربة جزاء يعني هي ضربة جزاء زي ما أنا قلت مسيرة للجدل في ناس أيدت قرار كابتن إبراهيم بن ردين وفي ناس ما أيدتش قرار الكابتن إبراهيم بن ردين تمام ما فيش مشاكل لكن الكابتن إبراهيم ما كانش متعين لمباراة الأهلي والإسماعيلي من الأصل خالص يعني أنا بقول لحضرتك معلومة بنسبة 100%